شايف أجواء مطش الوداد إيه؟ بص أنه كنا يعني أنا كنت بتسئل حتى نلعب ساند زاونز ونلعب الوداد الناس كلها شايف أن ساند زاونز يعني فرقة كبيرة آه فرقة كبيرة طبعا أكبر فرقة أفريكي للاتي وأحسن فرقة بتلعب كورة التي في أفريكي لكن الوداد بيعرف ياخد بطولة الوداد بيعرف يوصل الوداد لعبة زي ما بنقول كده أنا آسف في الكلمة بس سيعة كورة في الملعب قادرين ينرفزوك وقادرين يقفلوا مساحات وقادرين يلعبوك كورة وبرى الكورة فدي ميزة الوداد أنه هو لا مش هيلعبوا كورة بس هيلعبوا كورة وهيلعبوا غلاسة وهيبقوا سؤالة معاك وهيعملوا كل حاجة يقدروا يطلعوك برى الجيب فطبعا الفكرة مش كورة بس لازم اللعبة تتهدى وتركز جدا في الماتش خصوصا اللي هنا عايزين إن شاء الله الماتش نخلصوا من هنا هيبقى سهل جدا ده ده يعني إحنا عندنا تخوف كجمهور إن ده يبقى عنده يبقى فيه ضغط على اللعبة إن هي عايزة تخلص من هنا فيبقى فيه استعجال فيه فرص ضيعة زي ما شفنا ماتش ده وماتش اللي فات ده اللي كنت عايزة كمل الكلام إن إحنا آه نبقى عايزين نخلص بس ما نستعجلش فيه فكرة إن انت تبقى رتمك عالي وعايز تجيب جون وضغط على الناس وأول عشر ده تهاجمهم وتحاول تحرز أو تحاول تخلق فرص في أول عشر ده دي حاجة وحاجة إن انت تبقى متسرع وعايز بسرعة لا طول ما انت عايز تجيب جون بسرعة مش تجيب لازم تهدى وخلي بالك في ديئة تسعين ممكن الجون ييجي وده اللي يكسبك وده اللي يخلصك لكن فكرة إن انت تفضل ضغط عليهم هي دي المهمة طبعا مهمة جدا 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 الجمهور جدا إن هم يبقوا هادين يضغطوا على الفرقة التانية ما يضغطوش على لعبة الأهلي حتى لو الجيم وصل لوقت وإحنا لسه برضو ما جبناش جوان مش مشكلة خالص إحنا في السفر جمهور الأهلي يعني ما شاء الله أكبر عليه هاي بصراحة الفترة اللي فاتت هو بيشجع تسعين دي سواء أحرزنا جا فينا جون هو بيشجع النهاردة كمان يعني ما شاء الله بص أنا تصورت يا كابت أن هم يعملوا بروفا اللي بطش الوداد هم هم بصراحة في الأوقات دي بيبقوا حاضرين وحاضرين بكوة بصراحة فإن شاء الله يبقى الاستاذ يعني مليان إن شاء الله وأنا شايف إن شاء الله يعني إن شاء الله بنأمل يعني إن شاء الله الماكش يخلص الشوت الأولاني كمان فكرة إن انت تجيب جون واثنين شوت الأولاني الموضوع إن شاء الله يبقى كويس جدا وخلي بالك هعمل عليهم اللوت وهيفتحهم ساحات والفرقة زي الوداد دي لو قدرت تطلعها من أماكنها هتقدر تجيب فيها تاني أنا أعتقد أن المنضوع عايز له شغل نفسي للعيبة الأهلي أكتر من شغل تكتيكي السيناريوهات هو كانت ميزة جوزيف إيه بيقسم الموتش يعني حتى لما كانوا بيحكوا أنا السنة دي كنت في أسمنت سويس ولما خدوا البطولة كانوا بيحكوا اللعيبة إن هو كان مقسم لهم الجيب هنعمل في الوقت في الغات ستين دقيقة هنبقى بنشتغل تحت الكورة وبعد كده خلاص الوقت الأخير دوت هنحاول نهاج ونخلق فرص وده اللي حصل وكان فيه توفيق بس سبحان الله أنا فكرة إن البلن يضيع في الوقت دوت والأهلي يرجع على البطولة واضح كده إن شاء الله البطولة لنا بإذن الله دي علامة آه علامة يا مردد كده بتبان لنا خلي بالك إحنا حتى في كلعيبة وكمدربين دلوقتي فيه حاجات بتبان يعني فيه فرق تقعد تضيع تضيع خلاص مش يومها وفيه فرق خلاص يعني مكتوبة لها زي ما بيقولوا كده فإن شاء الله الرجوع النادي الرجوع تاني من الطبعا من اللي كان بيحصل في المجموعات طبعا كان الشكل مش ظريف خالص لكن الرجوع دوت بالشكل ده حس إن ربنا بيقولك لا إن شاء الله هي مكتوبة السنة دي إن شاء الله عليك